ان هي موجودة عندنا الصورة دي مهمة جدا في ايه انها بتبين نمرة واحد جمهور النادي الاهلي وهو بيشجع وفي نفس الوقت بتبين مين اللي بيكسر الكراسي وهوريكو ان شاء الله دلوقتي الصور مين اللي بيكسر الكراسي تم اتهام جمهور النادي الاهلي ان هو كسر كراسي استاذ بورج العرب وهذا لم يحدث على الاطلاق يعني لم يحدث على الاطلاق ان جمهور النادي الاهلي كسر الكراسي اهيه دول مش جمهور النادي الاهلي يا اخوانا اللي لابسين جلبيات بيضة واللي بيتخنقوا دول دول مش جمهور النادلالي بصوا لما الكاميرا تفتح بقى هتشوف بصوا الكراسة اللي بتتكسر يعني بصوا الكراسة اللي بتتكسر وعملها تتحذف ليس لها علاقة بجمهور النادلالي انا هوريكوا صورة واضح ان هي بزي معين يعني بزي معين لكن ملاش علاقة والسادة زباط الشرطة بيحاولوا يهدوا الامور بصوا فيه اخ دلوقتي هيشيل كم كرسي دلوقتي هم فيها جمهور النادلالي ان جمهور النادلالي قصر الكراسة لا للأسف شديد انا بستاني بس لما الكاميرا تفتح وتشوفوا المنظر كله على بعضه هتشوفوا ان جمهور النادلالي عايش في قصة تانية قصة فرقته بيشجع في فرقته والقصة دي قصة موضوع تاني خالص القصة دي عشان يعني تعرفوها برا الاستاد في استاد بورج العرب الناس دي اللي هي بالجنبيات البيتورك اللي عاملين باركينج بيوقفوا الناس يعني بيركنوا الناس وبتاعهم مش عارف ايه فطبعا جير مرور اسكندرية رفض الكلام ده كله ده مش مهمتك ليه وليه بقى انهم ما رفض فدخلوا بقى ودخلين يعملوا مشكلة جوه يعني دخلين يعملوا مشكلة جوه الملعب مع الشرطة ليس لهم اي علاقة بصوا القصة جات ازاي عن القصة دي جات ناس عايزة توقف الناس برا وتعمل باركينج وبتاع وركن يمين واطلع سنا شمال واطلع حتة ورها والكلام اللي انتم فانمينه السورة ابصوا هاد جمهور النادي الاهلي اهد جمهور النادي الاهلي ايه يلي دخل جمهور النادي الاهلي بصوا بصوا الكاميرا وومشي خليك ماشي مع الكاميرا بين جمهور النادي الاهلي بعد كده الحتة اللي فيها المشكلة دي ليس علاقة بانها جمهور النادي الاهلي خالص وليسÜPEش حد فيه ملبس لشير طا investir حمر ورجع سنا كده شارب لو سمحت اشاريكو الكراسي اللي طارت دي في كم كورسي طار كده دلوقتي فبالتالي دي حاجات كلها بتدل على براءة جمهور النادي الآلي من اللي قالوا ان جمهور النادي الآلي قصر الكراسي في استاد بورج العرب ولا عشامريخ ولا عشامريخ احنا زي ما بنقول بما يرضي ربنا ولا عشامريخ لكن ما قصروش كراسي لان البعد بقولوا كما انتم بتكسروا الكراسي ليه ما انتم كسبانين فالقصة كلها زي ما بوضح حالكو يعني مش عايزين يعني الامور تزيد بقى عن حدها او الموضوع انتم يتم التأكد اصلا بحكيلكو دي دي واقعة بسيطة من ضمن الوقاع اللي كانت حصلت يعني مبارات الداخلية بكرا ايه السورة اللي بقولوك عليها بصوا الكرسي اللي هيطير ده في واحد اللي بيخلع او بصوا في الكرسي واحد من لبس جنبيات البيضاء هو اللي بسك الكرسي ورحمة طيار مالوش علاقة خالص بالنادي الآلي ولا بجمهور النادي الآلي خالص خالوا بصوا بقى الكاميرا لما تفتح بصوا جمهور الالفين هم في قصة تانية خالص شايفين بقى الاعلام والتشجيع هم عايشين في قصة تانية يعني يمكن ما شافوش اصلا الموضوع ده كمان يعني ممكن يكون الجمهور اللي كانت هناك لسه بتتفرج عليه الاول مرة دلوقتي مشكورك هدكروني على اللقطات دي فعلا دي اللقطات حلوة واعتقد باينة جدا الصورة ومالاش اي علاقة خالص للقصة يعني وشايفين انتو الزي الموحد اللي هو عامل المشكلة مالوش علاقة بجمهور لا ألترس ولا سيار بي ولا اي حاجة تخص جمهير النادي الآلي ببارات الدخلية بكرة ان شاء الله بدون جمهور زي ما انت عارفين